السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ الصف الرابع درسنا لهذا اليوم بين الفصول الأربعة حضرت فصول العام مجلسا من مجالس الأدب بمشهد من ذوي البلاغة فقام كل منها يعرب عن نفسه ويفتخر على أبناء جنسه فقال الربيع أنا شاب الزمان وروح الحيوان أنا حياة النفوس ونزهة الأبصار أيامي كلها أعياد ومواسم فيها يظهر النبات وتفيض عيون الأنهار ويعتدل الليل والنهار ما أجمل نجوم ليلي وما أبدع شمس نهاري وألطف هوائي وألطف هوائي بيتحمر من الورد خدوده ويخضر الريحان وتخرج الخبايا من الزوايا ويبتسم ثغر الأقحوان قائلا إن هذا الربيع شيء عجيب تضحك الأرض من بكاء السماء ذهب حيث ما ذهبنا ودر حيث درنا وفضة في الفضاء فلما انتهى من فخره قام الصيف يعارضه فقال أنا الصاحب الموافق والصديق الصادق أجتهد في مصلحة الأصحاب وأرفع عنهم كلفة حمل الثياب وأخفف أثقالهم وأوفر أموالهم وأجزل لهم المعونة بي يزه الرطب وينضج العنب وينعقد حب الرمان الرزق مقسوم في أيامي والخير موجود في زماني فقام الخريف وقال أنا سائق الغيوم وهازم السموم في أيامي تقطف الثمار وتصفو الأنهار ويترقرق دمع العيون ويتكون ورق الغصون وتقدم الأطيار مغردة ورافلة في ريشها الجميل بي تطيب الأوقات وتحصل اللذات وترق النسمات وتسكن حرارة القلوب ويكثر أنواع المطعوم والمشروب قال ابن حبيب إن فصل الخريف وافى إلينا يتهادى في حلوه كالعروس غيره كان للعيون ربيعا وهو ما بيننا ربيع النفوس فلما فرغ الخريف من مباهاته بنفسه انتصب الشتاء قائلا أنا شيخ الجماعة وصاحب البضاعة والمقابل بالسمع والطاعة أجمع شمل الأصحاب وأسبل عليهم الحجاب وأتحفهم بالطعام والشراب إحساني معروف وخيري موصوف وثماري دانية القطوف أيامي وجيزة وأوقاتي عزيزة ومجالسي معمورة بذو السيادة مغمورة بالخير والسعادة مناقلها تلمع بذهب اللهب وأحاديثها تأتي بكل عجب ولما انتهى كل واحد من مقاله وانتهى من شرح حاله أخذ الجماعة الطرب وعم السرور وانشرحت الصدور وكل من الفصول عدد صفاته ولم يكن كاذبا وماذا يعيب المرأة في مدح نفسه إذا لم يكن في قوله بكذوبي شكرا لكم أعزائي التلاميذ ومع السلامة